ستجري المباراة الأولى من التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية في فبراير ولكن لن يكون لدى المنتخب الوقت الكافي للاستعداد ستأتي المنتخبات في دروة موسم كرة السلة لتلعب ولتتفرق من بعد ذلك على الأندية لذا هدف المدرب الجديد من تنظيم المعسكر الحالي في ضواحي كييف هو تعرف الفريق على أسليبه هو مؤهل للغاية ويوصل المعلومات بشكل دقيق ويرتب الأشياء في مكانها ما يسهل على اللاعبين التقاطه المشاركة أو عدم المشاركة في المعسكر هو خيار كل لعب غير أن لاعب النادي الأمريكي ديترويت بيستونز سفيتسلاب بخليو لم يتردد فإذا كان المنتخب الوطني بحاجة إليه فهو مستعد للمساعدة في المباريات وفي المعسكر جئت لتعرفي على المدرب فأنا أعرف جميع اللاعبين وقد لعبت سابقا مع الجميع ولأعمل على نفسي ولكي أحذر بشكل أفضل للموسم عمل أينارس باقاتسكيس في أوكرانيا سابقا في موسم 2012-2014 وقاد مرتين نادي بوديفيل نكيب إلى البطولة ولقد حان الآن دور المنتخب الأوكراني تعجبني خلطة الخبرة والشباب والحماس الموجود عند المنتخب الأوكراني لدينا لاعبون فتيون جدا وطموحون ولقد أظهروا أنفسهم في مكان ما وهم قريبون جدا من الدول الأمريكي للمحترفين سيخوض المنتخب الأوكراني خلال المعسكر التدريبي مبارتين ضد منتخب روسيا البيضاء وسيبدأ تلامذة أينارس باقاتسكيس خوض التصفيات لمطولة أوروبا في السابع عشر فبراير من العام المقبل اشتركوا في القناة